يعني يمكن بنتكلم على قصص كتيرة مختلفة ونمازج كتيرة من نمازج الحب والتطحية وغير وغير ولكن ما نقدرش ان احنا ما نتكلمش عن التاريخ المصري القديم اللي مليان بقصص حب بتعتبر مثال التطحية والتفاني من إزادورة لأمنحطب ورمسيس وغيرهم وغيرهم قصص بتأكد ان اجدادنا كانوا محبين ومتفانيين ومش بس كده لا القيم الأسرية حب العيلة كانت أولوية في زمن الفرعنة يعني المصري بطبيعته حبيب عندنا عيدين وعندنا أجداد ليهم قصص اتنحتت على الصخر وتكتبت من ألاف السنين خلانا نعرف أهم هذه القصص مين هم أبرز القصص اللي مازالت موجودة في التراث المصري القديم اللي بتتكلم عن الحب بتتكلم عن الكامل أسرية بتتكلم عن حب الزوجة لزوجها وحب الزوج لزوجته وازاي كانوا بينشئوا أسره مع بعض بزحبتنا الدكتور شريف شعبان البحث في الأثار المصري لمنورة نهاردة في السوديو أهلا بيك دكتور منورة نهاردة أهلا بيك فان طبعا الخير كل أسره وانت طيب وانت طيب حبي فالنتان قول لي يعني عندنا قصص كتير جدا في التاريخ المصري القديم ولكن أقدم قصة هي العاشقة إيزادورة في المينيا وهي يعني البعض بيشبهها بقصة روميو وجوليت منين جي التشبيه ده؟ شوف ما فيش حضارة في العالم وما فيش أمة في العالم جسدة الحب والمشاعر الإنسانية قد الحضارة المصرية القديمة قد إيه المصرين القدماء كان عندهم رغبة في تكسيد وتخليد حبهم ومشاعرهم الإنسانية يمكن قصة إيزادورة مهياش أقدم دي كانت في العصر اليوناني الروماني يعني كانت القرن التاني الميلادي ولكن عظمة وقوة القصة دي خلتها تخلد لمئات وألاف سنين لحد النهاردة احنا بنتكلم عنها إيزادورة دي كانت بنت لرجل ثاري كانوا عايشين في هرموبلس في الأشمولين في المينيا وكانت على علاقة حب بيزابط مصري هي كانت يونانية للأصل وهو كان مصري فكان فيه حساسيات في الوقت ده ويقال إن هو كان من ضمن الحرس بتاع أبوها هو كان راجل ثاري جداً مسيطر على المدينة ليه سطوة وليه ثراء ولما عرف بعلاقة الحب دي مناعها إن هي تخرج وفي يوم من الأيام هي اتقابلت مع حبيبها ده كان بيفصل ما بينه من نهر النيل هو كان في مطقة الشيخ عبادة وهي كانت في الأشمولين فكان لازم تاخد المركب عشان تتنقله عشان تجيزوه فمرة من المرات خدت المركب عشان تروح له المدينة اللي هو فيها غرقت قيل إن هي انتحرت وقيل إن هو كانت سلحانة وهي بتأدف بالمركب وتقلبت بيها المركب وغرقت وكان معروف إن الأبحار في نهر النيل كانت من عوامل خطورة وكان دايماً فيه قال إن أي حد يبحث لوحده في نهر النيل كان غضان عليها احتضامها وصمم إن هو يعمل لها مقبرة من أجمل المقابر وصمم إن هو يحنط جثتها وكتب مرفية غاية في المشاعر وغاية في الروعة موجودة لحد النهاردة فتون الجبل وقفت تحياتها أصبحت يا ابنتي الآن حرياً طيب حبيبها حبي اللي هو كان بيحبها دلوقتي كان بيعمل لها إيه؟ كان يومياً يروح المقبرة بتاعتها ولي عليها شموع وبخور ويودي تكلم معها كأنها عايشة يومياً لحد ما مات القصة دي كانت مؤثرة جداً في كل الأعمال التراثية وكل الأعمال الروائية لدرجة إن عميد الأدب العربي دكتور طه حسين تأثر بالقصة دي وكان بيروح المينيا ويزور المقبرة بتاعت إيزيدورة وكان بيقرأ المرثيات بتاعتها وكان بيولى عليها شموع إحياءاً لذكرها وقيل إن هو اللي سماها شهيدة الحب طب بعيداً بقى عن الملوك ومقابر الملوك عايزين نعرف المصري بقى القديم يعني العمال والنبلاء كانوا بيعيشوا إزاي؟ كانوا العيلة بالنسبة لهم إيه؟ قصص الحب بالنسبة لهم كتعاملة إزاي؟ أسس الحب في مصر القديمة مختلفتش كتير عند الوقت يمكن المجتمع على مصر إحنا كنا نتكلم عن سيدات بيساعدوا أجوازهم وستة برعت فصك بالجزء ده كان موجود من أيام مصر القديمة من أيام مقابر العمال بونات الأهرام الرجال كانوا بيروخوا عشان يشتغلوا في عمليات بونات الهرام وستات كانوا بيعملوا لهم الأكل والشرب يودهولهم في مواقع العمل الفلاحين في الأراضي الزراعية كانوا بيشتغلوا وستات بتساعدهم في عمليات الزراعة كان كل المشاركات الاجتماعية دايماً لقى الرجل وستة مع بعض على عكس كل الحضارات المعاصرة أو اللحقة للحضارة مصر القديمة كان دايماً الراجل بيبهو نمرة واحد والستة نمرة اتنين لا المجتمع المصر القديم كان في حالة حب وتوافق ما بين الراجل وزوجته عندنا مثل شيخ جداً وهو القزم سند قزم صغير ابتدى أن هو يترقى لحد ما وصل لمرحلة أنه كان من ضمن كبار شخصيات الدولة وكان من ضمن كبار شخصيات البلاط في الدولة القديمة اتجوز أميرة من الأميرات وكاهنة هي بحجمها الطبيعي وهو قزم تعمل لهم تمثال وهم قاعدين جنب بعض طبعاً مراعاة أن هو قصير في الحجم فكان بيظهر وهو قاعد مربع رجليه وولاده قاعدين تحت رجليه ده دلالة على أن احترام الأسرة المصرية وتقدير للشخص حتى لو كان عنده مشاكل صحية ولكن الحب ما كانش بيمنع أن يبقى فيه علاقة ما بين قزم وبين امرأة عادية وأميرة وكاهنة وظلت هذه القصص بتورس من جيل لجيل لغاية لما وصلنا للقصة الأهم والأبرز أخناتون ونيفرتيتي ده القصة الأشهر والأكثر سابت عاصمة وسابت دنيا وراحت مع جزال تل العمرنة في المينيا عشان يبنوا عاصمة جديدة يعني مش عايز أحرق الموضوع قصة حبهم ابتدت وهم أمارها صغيرين يعني يكره هم عندهم مثلا ست سبع سنين كانوا متربين مع بعض في الأصر الملكي هي لقيت أن هو شخص غير عادي شخص عنده طموه وعنده رغبة أنه يغير من المجتمع ويغير من العالم شخصية غير عادية ده اللي جذابها ليه بشكل غير طبيعي طبعاً لما كبروا وتجوزوا الحب ده زاد وقوي فكرة أنه كان عنده رغبة أنه يغير العالم من حواليه والثورة الفكرية والدينية اللي هو خضها دي كانت مغامرة غير محسوبة ولكن حبها ليه خليها تشترك معاه في الثورة دي تشترك معاه في المغامرة الرهيبة دي إزاي إن هي تتنقل معاه من طيبة عاصمة الإمبراطورية وعاصمة العالم القديم كله يتنقلوا يروحوا مكان مجهول مش عارفين حيروحوا يلقوا إيه هناك في تل العمرنة مجرد صحرة راحت معاه هي حامل كانت في بنتها التانية ومع ذلك صممت إن هي تشارك جزء الحلم وتشاركوا الثورة وتشاركوا العمل العظيم اللي هو كان عايز يعمله إزاي إن هم عاشوا مع بعض 17 سنة بتشاركوا الاحتفالات بتشاركوا كل المناسبات الدينية كانوا دايماً بتطلعوا مع بعض وكانهم نصين الراجل والست مجرد يعني مش مجرد راجل والست عاديين لا ده كانهم النصين بتقول كون كانوا دايماً بتشاركوا في كل حاجة كل تماثلهم بنلاقيهم مع بعض مش بس كده كان هما تكسيد لقيم حب الأسرة المصرية نتكلمنا عن الأسرة المصرية العادية الطبقات الوسطى طبقات الدنيا ولكن الأول مرة بنلاقي مالك ومالكة ولادهم قاعدين مع بعض بشكل أسري اجتماعي عادي هنلاقي إن الفن الأتوني بيجسدهم مع بعض وكأنهم قاعدين في قاعدة فيها أريحية كبيرة جداً هم قاعدين بيأكلوا ويشربوا وبناتهم حواليهم بيلعبوا مع بعض كأنه تكسيد لحالة أسرية زي اللي احنا بنعيشها دلوقتي طب وهل فعلاً نفرتيتي كان بتغير عليه؟ يعني هل في قصة كده عن الغيرة؟ هي نهايتها كانت غمضة جداً وإحنا لحد النهاردة ما نعرفش إيه سبب اختفاء نفرتيتي من على المسرح التاريخي يعني فجأة بعد وفاة أو قبل حتى وفاة أخناتون قبل وهايته حوالي أربع أو خمس سنين هي اختفت تماماً من على المشهد السياسي وحالة محلها بانتهبت هي اللي بتحضر الاعتفالات هي اللي بتحضر المناسبات هي اللي بتظهر كأنها الشخصية الأنثوية في الدولة لحد ما توفى أخناتون واختفت نفرتيتي تماماً ومنعرفش إيه المصير هل هما اختلفوا مع بعض هي اللي كانت غيرانا منه هل هو تجوز عليه؟ هو معروف أنه الملك في مصر لديه ما كان بيجوز أكتر من واحدة هو كان عايز وريف فتجوز أميرة من الأميرات اسمها كية واللي خلف منها توت عن خام فهو هل ده كان سبب الصدام الشديد اللي مبينهم خصوصاً هيك اللي بتحبوا حب جارف هل هي هربت وسابت تل العمارنة بعد أن حست أن الموضوع بانهار الغموض اللي في قصتهم مش عارفين نهايته أنت علقت الدوق على موضوع مهم جداً يعني ده ما يقولك أنت شرقي فأنت شرقي يعني أنت غيور فأنت ما بتزيرش الست اللي جنبك لو بصينا للحضرات اليونانية أو الرومانية كانت ذكر فيها بس بقى لوحده لكن كل الفراعنة حتى على ورقة الجنيه تلاقي الملك جنب الملكة في كل المعابد الملك جنب الملكة دلالة ده إيه؟ يعني إحنا شوف من قبل كل هذه الحضرات وإحنا كنا نحترم المرأة ونقدس المرأة ونبجل المرأة على خلاف ما يشاع الآية ألبت زي ما بيقوله كل الحضرات المعاصرة واللحقة للحضرات المصرية قديمة كانت بتعتبر المرأة مجرد أداة مجرد سيدة بتخدم في البيت أو ملهاش قيمة قوية جنب الراجل العكس الحضرات المصرية اللي بتعتبر المرأة مص المجتمع حرفياً هي اللي بتساعد الراجل في البيت بتساعده في الشغل هي كانت شركته في الحكم عند الملوك هي اللي كانت مستشارة بياخد رأيها كان لها جانب مهم جداً في تربية الأولاد وبالتالي كانت المرأة النص التاني لمنظومة الكون المصر القديم في فلسفته كان بيعتبر أنه الكون عبارة عن نصين وهم كانوا بيبصل زي أنا برضي يهمني هما الحضرات التاني دي في ذلك الوقت كانوا بيبصل للمرأة كانوا بيبصل للمرأة مجرد أداة مجرد أمرأة بتعمل خدامة في البيت مجرد أن هي ممكن تبقى رقصة مغنية مجرد أن هي بتقوم بدور ما لهاش أي دور مهم في الحضارة على عكس ما دلوقتي الآية ألب زي ما أنت قلت وبقى فيه تقدير للمرأة في أوروبا في أمريكا ولكن ده موروث جه من مصر القديمة مش من الحضارات اليونانية الرومانية طيب رمسيس التاني كمان كان يعني محب كبير كده كان حبيب كبير هل في رأيك أنه ده كان حقيقي فعلا هل في روايات فعلا أنه ده كان حقيقي كان محب كبير لا ده كان حدوط رمسيس التاني تجاوز كتير صح؟ هو جاوز كتير طبعا يعني الملك في مصر القديمة كان طبيعي أنه هو بيجاوز أكتر من واحدة عشان يعمل عزوة يعمل إمبراطورية يخلف مجموعة من الورثة يقدروا أنهم يوثوا بعد كده يستني جاوز أكتر من عشرين امرأة وخلف أكتر من مئة ولد وبنت عشان طبعا يحافظ على العرش الملكي ولكن كان عنده زوجة مهمة جدا واحدة من أكتر زوجاته اللي كان بيحبها حب غير طبيعي الملكة نفرتاري هي ما كانتش الزوجة الرئيسية ولكن كان حبه لها مخلط في التاريخ يمكن دي من القلائل السيدات أو الملكات اللي عملهم معبد عملها معبد مخصوص أبو سنبل لابن نسميه معبد أبو سنبل الصغير عملها لها مخصوص هي والمعبودة حتحور معبودة حتحور ربت الحب والجمال والموسيقى والفن وكانت نفرتاري بتحب المعبودة دي وبتحب أن هي تقدم لها قرابين وكان المعبد بتاها في دندرة فلا أنه هو صعب نهاية كل شوية تروح دندرة وترجع فعمل لها معبد مخصوص تتعبد لها وفي نفس الوقت يتعامل نفرتاري هي نفسها التقوس والعبادات مش بس كده ده احنا لقناه بيحط تمثالها بنفس حجمه ودي من العوامل النادرة جدا نحن نلاقي الملك والملكة بنفس الحجم في الفن المصر القديم وهو ده اللي كله يعني المزيس الضخم ده بزرور يعمل تمثيل مراته بنفس الحجم ده ده شئ شديد الغرابة وبيدلنا قدين هو كان بيحبها صحيح نقش على جدران المعبد قصائد شاعر فيها الجملة الشهيرة التي من أجلها تشرق الشمس من أجل محبوبات الملكة العظيمة نفرتات بناته هذا المعبد طب وإيزيس وأزوريس دي أسطورة ما هياش حقيقة أه إزاي كتبها المصر القديم وإزاي عاشت في وجدان المصريين القديم المصر القديم كان عنده فكرة تكسيد القيم والمشاعر الإنسانية في صورة الأساطير أساطير الخير وأساطير الشر وزي أنه بيرمز له الخير والشر بمجموعة من الرموز طبعا أنه حاب يجسد الحب والمشاعر الإنسانية في أعظم قصة حب ما بين رجل ومرأة زي إيزيس وأزوريس إزاي أن الرجل ده أخوه قتله وتم تقطيعه الأجزاء إيزيس ابتدت أنها تجمع الأجزاء دي مرة تانية وتعيده رجل كامل وبسبب جريمة القتل دي بكت مكة شديد وقيل أن كل الدموع اللي نزلتها هي دي اللي عملت نهر النيل طب وبالنسبة بقى يعني خلينا نقول الهدايا فعند المصري القديم كانوا بيقدموا الهدايا إزاي غير المعابد غير الحاجة؟ لا المعابد ده شغل الملوك يعني مش كل الناس بتقدم معابد ولكن دايما كانت عادة عند المصر القديم أنه يهدي زوجته إكليل إكليل من الورد كان دايما يحط لها قالب من العطر يحطولها على رأسها كتقدير أن هي امرأة مميزة كان دايما يهديها أجمل العطور وأجمل الملابس حتى من ضمن التقاليد المصري القديمة أو من الأشعار المصري القديمة يا بني حب امراتك وإكرمها بالملابس والعطور دلالة عن القيم والتقاليد المصري بتحث الراجل أنه يهتم بمراته ويجيب لها الملابس الجميلة عشان دايما تكون جميلة في نظر الملكة تي برضو كان لها قصة مهمة جدا مع أمن حطب اللي عشان خطر عيونها يعني قرب ليه حما وحماته تكلمنا عن القصة دي وعن دلالتها وتأثيرها أيضا في وجدان المصري القديمة الراجل ده عمل معجزة يعني احنا بنقول أن أخناتون عمل معجزة وثورة فكرية وثقافية ودينية هو خدها من أبوه من حطب الثالث أول حاجة تي كانت امرأة عادية مش من سلالة ملكية وكان أبوها وأمها يويا وتويا مش مصريين الأصل ففكرة أنه يتجوز واحدة مش مصرية الأصل ومش من العيلة الملكة دي قد تعتبر ثورة في عالم الملكية المصرية مش بس كده ده رفعها على أعلى مستوى وخليها أهم ملكة في تاريخ مصر القديمة كانت مستشرته السياسية كان بياخد رؤياه في كل حاجة بنالها تمثال غاية في الروعة الموجود في المطحف المصري لحد دلوقتي بأضخم تمثال لمرأة حوالي من أكتر من عشرة متر هو وهي قاعدين جنب بعض تمثال ضخم جداً من أكبر التمثيل الأنثوية الموجودة في العالم لحد دلوقتي في يوم الأيام حاس أنها زهقانة تخيلوا عملها إيه؟ بنالها بحيرة صناعية في أقل من أسبوعين كانت البحيرة دي خلصانة جاب كل العمال وكل فنيين والمهندسين لحد ما خلصوا البحيرة دي وفتتحتها بموكب ونزلت في المركب الملكي بتاعها هي والجوارب تقوها يغنوا لها عشان يسلوها الله على الهدايا الله على الهدايا سريعاً جداً جداً إيه أغرب قصص الحب بنوجة نظرك عند المصر القديم؟ في قصتين غرب جداً قصت توت عنخ أمون وأرمالته عنخ أمون إزاي أنه هو بعد ما مات هي راحت طلبة من الملك الحيفي أنها تتجوز واحد من ولايته وهو كان عدو من أعضاء مصر وفي الأمحور محبة بالضبط وأنه هو استغرب يعني إزاي أرمالته الملك تطلب أن أمير أجنابي يجي ويجوز مالكة مصرية في وقت كان مستحيل حد يجوز واحدة مصرية أجنابي قد إيه كانت المرأة المصرية معززة في الوقت ده وتم بالفعل أنه إرسال أمير من الأمراء الحيثيين الحور محب كان ضابط مخابرات كبير في الوقت ده وتم استدراج الأمير وقيل أنه تم اغتياله قبل ما يوصل مصر يعني يمكن دي قصص الحب عند المصري القديم ويمكن شفنا الملوك والنبلاء والعمال من المصريين وقدماء إزاي كانوا بيحبوا وإزاي كانوا بيعبروا عن حبهم شفنا البحيرة التي تعملت وشفنا العطور وشفنا المعابد وشفنا غير وغير وكل الشكر لك دكتور الشريف شعبان الباحث في الأثار المصرية وكل سنواتاك كل سنواتاك